تعالى بقى نروح لموضوع مهم جداً كان ترند ترند على السوشيال ميديا وإحنا هنا الحمد لله كان عندنا السبء في شرح التفاصيل دي من يومين ثلاثة وتحديداً عقب مباراة سموحة والزمالك طلعت وقلت لخبراء التحكيم رسالة مهمة جداً ما تطلعش تعلق على لقطة أو تحل الحالة فنية بدون ما يكون عندك كافة تفاصيل الموضوع بمعنى الناس كانت بتحاول تجد مبررات لحكام الفار وكأن حصلت مشكلة في تقنية الفار العربية ممكن فصلت منها القهربة مبررات أنا شايفها مبررات وهية ليس لها محل من الإعراض ولكن مرة الأيام واللي احنا قلناها على الحالة الشهيرة لمصطفى شلبي وهو راجع من التسلل أن الحكام في تقنية الفار مارسة مش خدوط التسلل وطبعاً احنا الكلام ده قلناه وناس كتيرة قاعدت تقاوح وتقول أصله وفصله وقصة وحكاية تعالوا نشوف احنا قلنا إيه من حوالي يومين ثلاثة قبل ما أي حد يتكلم في التفاصيل دي في البرامج الرياضية كلها عشان عندي تعالية مهمة جداً على الحالة دي لما تنقش تنبارح في وجود مدير البرامج الرياضية في تلفزيون المصري شرح ورد وقال إيه على هذه الحالة نتابع طب أقولكم على مفاجأة ثالثة لعبة الهدف الثاني للزمالك في مر مصموح اللي الكل قال عليها تسلل أو مش تسلل أنتوا عارفين أن حكام الفار الكابتن عمر الشناوي في اللعبة دي مرسمش الخطوط أصلاً حد يقولك أصل الخطوط كان بايزة أصل التقنية كانت فيها مشكلة أنا بتحدى أي حد في اتحاد الكورة ومش هقول تسريب أن اللعبة دي حكام الفار مرسموش الخطوط إيه رأيكم؟ ومحدش يقولي أصل ترسمت واتبعتت المخرج والمخرج ما طلحاش المخرج ما جاتلوش خطوط أنا عارف بقول إيه كويس قوي فرسالة الخبراء التحكيم ما تطلعش على شاشة وتتكلم إلا ما تبقى مذاكر وسائل كويس قوي وعارف اللي بيحصل في اللعبة دي هل حد هيحاسب عمر الشناوي إزاي ما رسمش الخطوط؟ حدش هيحاسب حد محدش هيحاسب حد طيب إحنا شرحنا وقلنا التفاصيل دي وبالأمس صرح صوت وصورة مدير البرامج الرداء في تلفزيون المصر وقال لك المخرج سأل حكام الفار فين خطوط التسلل عشان أعرضها؟ قالوا له ما فيش يعني إيه؟ ما فيش أيها الخطوط قال له ما فيش انتو عارفيني؟ بيحصل إيه في المطشط دلوقتي ولا مش واخذين بالكو؟ غير وقعة مباراة الزمالك والبنك الأهلي عندك هيه كمان وقعة تانية مش قصة التسريبات كمان لا ده الناس بأتخالي في البروتوكول بتسهل المسائل ما فيش يا عم خلاص مهجوني التاني كده كده زمالك كسبان ده هل لسه فأقول أسبوعه التاني في الدوري إيه اللي بيتقال ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ واسمع إنباره بعد الكلام المهم ده اللي تقال إن المخرج طالب حدوط التسلل من حكام الفار وحكام الفار قالوا ما فيش إن مثلا خبراء التحكم اللي موجودين كابتن جمال الغندور كابتن عصام عبد الفتاح يعلقوا يقولوا طب الخطأ فين؟ طب الخطأ عند مين؟ طب حاولوا يستقصوا حتى يشوفوا الحقيقة فين؟ رغم إحنا قلنا ده من قبل ما يطلعوا قبل ما يتكلموا بس برضو ما سألوش يترد وقتها من الكابتن عصام ويجد مبرر ليهم أنا مش قادر أستوعب أو أفهم ليه إيه المبرر بالنسبة له يقول لك أصل ممكن يكون القهربة فصلت عن عربية الفار أصل ممكن يكون حصل عطل في تقنية الفار الخطوط مش شغالة طب أنا هستنى تعليقك ليه ورأيك ليه؟ ما أنا هسأل اتحاد الكورة واللجنة بلاش اتحاد الكورة هسأل لجنة الحكام الجديدة كابتن ياسر عبد الرقوف وإنت بتبدأ مهام عملك عندك حاجتين مهمين جدا ممكن تبقى مبادرة منك في البداية عشان تكون فيه شفافية في كافة التفاصيل وقعة الزمالك والبنك الأهلي تقول لنا بس الرؤية الفنية لللجنة في الموضوع ده والواقعة التانية وقعة عمر الشناوي في مباراة سموحة والزمالك الخطوط ما تعاملتش ليه؟ عندك أكيد كافة التفاصيل مش عايزك تعلن إيقافه مش عايزك تعلن إيقافه بس تعرفنا في المباراتين دول لنادي الزمالك في وقعة محمد عادل ومحمد سلام أميدو وفي وقعة عمر الشناوي مع طريق مجدي اتكلم فنيا يعني كافة التفاصيل دي احنا عايزينها فنيا بس يا كابتن ياسر كابتن ياسر عبد الرؤوف كابتن تامر دوري باقي أعضاء لجمة الحكام مش عايزين إلا التفاصيل الفني توضيح فني زي ما بيحصل في أوروبا نعم برح عرضت وقعة برشلونة وريال سوسيداد رجل لوفنديفسكي يعني اللي ستارز فرق بسنتيمترات بسيطة وتتقنية نصف آلي الدنيا هناك اتقلبت ومع ذلك رغم انها تقنية نصف آلي ما فيهاش زار ما فيهاش مجل الخطأ ولو بنسبة واحد في المية ولكن مع ذلك خرجت لجمة الحكام في بيان رسمي شرحت ووضحت كل حاجة حسنا دلوقتي لعبنا لأسبوع الأول في مشكلة لأسبوع الثاني في مشكلة مشكلة ايه ده في كوارس ده في كوارس عارف يعني ايه حكام الفار مارس موش التسلل ده كارسة ده انت بتخلف البروتوكول الحاجات دي لو رحت للأيفاب يعني يواجه الحكام بأخطأهم ولا الكابتن عصام عايز يواجه الحكام بأخطأهم وبيزعلوا لما بقول عايزين خمير أجنبي وبيزعلوا ولما بقول رأينا في المسائل اللي زي دي يبدأ بقى يطلع هو يحلل ويقول لك ما انت مش خسران ولا انت مش عارف ايه ده انت بتكسب كل البطولات وكي ان عقاب ليه انا بطالب خمير أجنبي فيطلع يحلل لحالات بطريقة معينة عشان يتقال انت بتطالب خمير طب قادي الحالات هي ما بقاش مشاكل انا بقجيب لكم الآخر هو بينقش المشاكل التحكمات بالشكل ده ويعني والله مش عارف اقول لكم بصراحة على المشهد كله لان المشهد كله بصراحة مرتبك وقعتين في الاسبوع الاول والاسبوع التاني محدش قادر يطلع يبرر على المستوى الفني ازاي ده حصلت وازاي ده حصلت ازاي ده حصلت وازاي ده حصلت عموما هنستنى ونشوف اللي هيحصل في الايام اللي جاية لعله عسى بعد الاجندة الدولية ومع انطلاق الدوري الاسبوع اللي جاي بواجهة الالي والاتحاد تكون اللجنة عندها تفاصيل فنية تعلنها لنا ولكن لما لاي عمر الشنوي تاني او اشوف موقف عادل محمد سلاميدو بيتقرر تاني هتبقى المسابقة كده من اولها بازت من الاخر دي كان التفاصيل مهمة جدا كان لازم نتكلم عليها النهاردة خاصة بعد ما خرج مدير البرامج الرداف في تلفزيون المصري واكد واعلن انه خطوط التسلل ما جاتلوش فيه للمخرج في عربية الفار وبالتالي الخطأ الكارسي اللي احنا شفناه ده مر مرور القرام لغاية دلوقتي ومحدش بيناقش ولا بيتكلم في التفاصيل دي وكأن المسابقة دي مسابقة ودية او بنلعب دورة رمضانية